بالنسبة للزكاة مرتبطة بالحول القمري لا بالحول الشمسي والذي يزكي على الحول الشمسي إذا عارش مئة سنة مثلا ستكون في هذه الأسنوات لم يزكي فيها فلذلك على الأخذ السائلي أن يعلم أن الزكاة ترتبط بالشهر القمري لا بالشهر الشمسي ويستذنى من ذلك حالة واحدة وهي إذا خرج السعات لأخذ الزكاة من الناس فإنهم يخرجون عند طلوع الثرياء بالفجر والاعتبار حينئذ للسنة الشمسية وذلك في زكاة المواشي لأنها الوقت الذي يجتمع فيه المواشي على الآبار والمياه وعلى الإنسان أن لا يخص أقربيه بالزكاة فالزكاة ليست ملكه وهي هو وإنما هي جزء استثناه الله إما آتاه وقسم الله الزكاة بين ثمانية أصناف ولم يكن قسمتها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب فعلى الإنسان أن يعديل في قسمتها بين الأصناف الثمانية إن كانت موجودة أو بين الموجود منها ويكون عدلاً بذلك لأنه جنوب منابى السلطان في تقسيمها والأفضل أن يوكل عليها من هو كفؤ لإخراجها وأن لا يباشر إخراجها بنفسه لأن ذلك عرضة للمتح ولأن يصون بها ماله كما يعطي أقاربه ولا أصلاً يعطي أهم ماله هو فتجب عليه فريضة أخرى هي صلة الرحم وهي الإنفاق على أقاربه فلا يمكن أن يجمع المال بين وظيفتين حينئذ ترجمة نانسي قنقر